مطبخ تأثرت فيه معظم مطابخ الدول الخليجية أطباقه غنية باللحوم والبهارات على أنواعة بحلقة المطبخ العربي اليوم لح نتعرف على قطيب الأطباق من دولة اليمن هاي شاف هاي ملك كيف حكي اليوم نشكو عليك شو يا شاف شو محضرنا اليوم اليوم سنعمل الأكل من اليمن أوكي وصفت أكيد من المطبخ اليمنى ننسى أنه مطبخ كثير قديم كثير عريق ومثما أنت قلت الأكيد الأكل مرتكز كثير على اللحوم والبهارات والرز والخبز صح نعمل الأكل حلوة بالخبز أوكي اللي هو بسموه بنت الصحن بنت الصحن أنا هيك غيرت لا أفزة مضبوطة كثير كثيرا بس هيك بنت الصحن مهمة تكون طيبة فهي عبارة عن خبز مع عسل هنأخذ أول شيء جات نعرف أنه العسل اليمني هو من أشهر الأنواع العسل مني مني الحضرموتة من وادي حضرموت هنحط مع أنت خبرتنا أنه النحلة بتتعب لتجيب العسل